يصل المشهد في الجزائر إلى مرحلة الخلافات العلنية بين أقطاب السلطة الجيش من جهة ومحيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من جهة ثانية حيث كشف الحراك الشعبي عن الصراعات الداخلية بين الأطراف الفاعلة في السلطة التي باتت تتخبط في مكانها مع اجتداد تذييق الخناق عليها لا سيما بعد الحديث عن اجتماع سري عقدهم مقربون من بوتفليقة لمعارضة موقف الجيش ودفاعا عن تصوره للحل في الجزائر يخرج رئيس الأركان أحمد غيت صالح مجددا مطالبا بتطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور الجزائرية كما جددت دعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس والتي سيفضي تطبيقها لإعفاء بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته بطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري في كل أطبار يرى دائما أن الحل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المادة سبعة ثمانية أمية واثنين من الدستور غيت صالح عقد لقاء ضم قيادات في الجيش وكشف فيه عن اجتماع عقد من جانب أشخاص معروفين سيكشف عن هوياتهم في الوقت المناسب يعملون على إعداد ما أسماها مؤامرة تهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الجزائري والالتفاف على مطالب الشعب ولا تزال الأزمة الداخلية في حزب جبهة التحريد تتجه نحو الإنسداد بفعل التطورات والمواقف ذات الصلة بالحراك الشعبي ورفض المتظاهرين وجود الحزب في المشهد السياسي وأيضا انقلاب مواقف الحزب حيث أدرج كوادر وقيادات منه مطالبة بوتفليقة بالاستقلال من منصبه وسماح بتطبيق المادة مائة واثنين من الدستور ضمن مواقفهم الجديدة بالرغم من أن عددا منهم كان منخارطا في الدفع بترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة رغم وضعه الصحي الحرج كما طالب مئة عضو من حزب تجمع الديمقراطي الحزب الثاني في الجزائر الأمين العام للحزب أحمد أويحيا بالاستقالة الفورية في ظل الرفض الشعبي المتنامي لاستمراره في المشهد السياسي بالبلاد